اسم الدرس توظيف المكتسبات الوضعية الأولى نظمت مدرستنا مصابقة في الرسم التشكيلي شارك فيها تلاميذ السنوات الأولى والثانية كما يبينه الجدول التالي القسم عدد الذكور عدد الإناث الجملة السنوات الأولى 32 39 السنوات الثانية 45 79 أولاً أتم فراغات الجدول عدد تلاميذ السنة الأولى الجملة يساوي عدد الذكور مع عدد الإناث 32 32 مع 39 يساوي 71 الميذان عدد تلاميذ السنة الثانية يساوي 79 الميذان وما نجهله هو عدد الإناث ولمعرفة 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 نقوم بطرح عدد الذكور من العدد الجملي 79 إلى 45 يساوي 34 إذن 34 هو عدد الإناث بالسنة الثانية ثانياً ثانياً أرتب عدد المشاركين ذكوراً وإناثاً ترتيباً تصاعدياً 32 أصغر من 34 أصغر من 39 أصغر من 45 الوضعية الثانية أراد إلياس شراء ظرف فأعطى البائع القطع النقدية التالية فطلب منه أن يزيد 25 مليم أولاً أحسب المبلغ الذي أعطاه للبائع المبلغ الذي أعطاه إلياس للبائع 50 مع 20 مع 5 يساوي 75 مليم ثانياً أحسب ثمن الظرف ثمن الظرف ثمن الظرف يساوي المبلغ الذي أعطاه للبائع مع المبلغ الذي سيلحقه 75 مع 25 يساوي 100 مليم الوضعية الثالثة تناول مهدي وعائلته وجبة بها سلطة تونسية وسمك مشوي ودجاج مصلي وماء معدني سلطة مشوية أربعة دنانير سلطة تونسية ثلاثة دنانير سمك مشوي عشرة دنانير دجاج مصلي تسعة دنانير ماء معدني واحد دينار أولاً أحسب ثمن الوجبة ثمن الوجبة يساوي ثمن السلطة التونسية مع ثمن السمك المشوي مع ثمن الدجاج المصلي مع ثمن الماء المعدني ثلاثة مع عشرة مع تسعة مع واحد يساوي ثلاثة وعشرين ديناراً دفع مهدي لصاحب المطعم خمسة وعشرين ديناراً ثانياً أحسب المبلغ المتبقي المبلغ المتبقي يساوي المبلغ الذي دفعه مهدي إلا ثمن الوجبة خمسة وعشرون إلا ثلاثة وعشرون يساوي اثنين دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر